وإلى التفاصيل أكد جلالة الملك عبد الله الثاني ضرورة تكثيف الجهود المبذولة من قبل مختلف الأطراف المعنية والفاعلة إقليميا ودوليا لمواجهة خطر الإرهاب وعصاباته المتطرفة وذلك في إطار نهج تشاركي وشمولي للتعامل مع هذا الخطر ومكافحته جاء ذلك خلال استقبال جلالته في قصر الحسينية وفد الكلية الملكية البريطانية للدراسات الدفاعية الذي يضم ممثلين عن العديد من الدول جلالته وخلال اللقاء قدم شرحا للمواقف التي يتبناها الأردن ولسياساته في التعامل مع كافة القضايا الإقليمية والدولية كما تناول جلالته التحديات التي واجهها الأردن جراء الأزمات الإقليمية خاصة تداعيات الأزمة السورية واستضافة المملكة لعدد كبير من اللاجئين السوريين وقد أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم لمكانة جلالة الملك دوليا وما يتميز به من حكمة ورؤية في التعامل مع القضايا المنطقة مثمنين دور الأردن في تعزيز الأمن والاستقرار العالميين وكان جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي رعى حفلة تخريج دورة مرشحي الطيران الخامسة والأربعين في كلية الملك الحسين الجوية بمحافظة المفرق جلالته قام بتقليد الأجنحة للخريجين ووزع الجوائز التقديرية على الفائزين كما حضر جلالته عروضا جوية شاركت فيها طائرات سلاح الجو الملكي المقاتلة والعمودية وقد حضر الاحتفال عدد من أصحاب السمو الأمراء ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ومدير الأجهزة الأمنية وعدد من رؤساء الهيئات في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية رجحت مصادر مطلعة لرؤية أن تؤدي حكومة الدكتور هان الملقي التي كلف بتشكيلها خلفا لحكومة الدكتور عبدالله نصور اليمين الدستورية أمام جلالة الملك في موعد أقصى يوم الأربعاء المقبل ووفقا لهذه المصادر فإن الملقي يبحث العديد من الخيارات في تشكيله للفريق الوزاري الذي من المرجح أن يبقى فيه عدد من وزراء الحكومة السابقة خاصة أولئك الذين باشروا العمل في عدة ملفات كالفريق الاقتصادي كما أشارت المصادر إلى أن الملقي لم يحسم خياراته بعد بشأن أعضاء حكومته الجديدة الأمر الذي ينفي أسماء الفريق الوزاري المقبل التي يتم تداولها عبر بعض وسائل الإعلام وكان كتاب التكليف السامي للدكتور هاني الملقي بتشكيل حكومة جديدة تضمن رؤى ملكية وضعت خارطة طريق واضحة المعالم لعمل الطاقم الوزاري الجديد في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أبرز محاور كتاب التكليف السامي في التقرير التالي التكليف السامي الذي عهد من خلاله جلالة الملك للدكتور هاني الملقي بتشكيل حكومة جديدة من أبرزها توفير وسائل الدعم والتسهيلات كافة للهيئة المستقلة للانتخاب لتمكينها من القيام بواجبها الوطني المتمثل بإدارة جميع مراحل العملية الانتخابية بنازاهة وشفافية إصدار جميع الأنظمة والتعليمات الضرورية لتنفيذ قانون لا مركزية بما في ذلك اتخاذ الترتيبات الضرورية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات العام المقبل تعزيز مبدأ سيادة القانون بما يكفل تحقيق الإصلاح السياسي اتخاذ إجراءات فاعلة ومباشرة لتحسين مستوى أداء الجهاز الحكومي الإسراع في تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن في مختلف المجالات إيجاد جهاز قضائي قادر على القيام بواجباته بسرعة وكفاءة والاستمرار في التعاون مع السلطة القضائية لتوفير كل ما تحتاج إليه في عملها اتخاذ إجراءات استثنائية خلاقة لمواجهة الصعوبات الاقتصادية الجمع في ظل الأوضاع الإقليمية الملتهبة إعداد حزمة متكاملة من الإجراءات الكفيلة بمواجهة التحديات الاقتصادية على أن يبدأ تنفيذها في أسرع وقت تحقيق أفضل مستويات الشراكة والتعاون وتضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بشكل حقيقي وفاعل متابعة تحقيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط الموضوعة وعلى رأسها استراتيجية التشغيل الانتهاء بشكل سريع من إعداد المشاريع التي ستنبثق عن صندوق الاستثمار الأردني مواصلة بناء علاقات اقتصادية متينة مع الأشقاء العرب والدول الصديقة متابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر لندن للمانحين لضمان توفير الدعم المطلوب للأردن في تحمل أعباء اللجوء السوري إلاء الحكومة تحدي الفقر والبطالة جل اهتمامها بالإضافة إلى وضعه على رأس أولوياتها الاهتمام بشكل خاص بالتربية والتعليم والتعليم العالي والتدريب المهني الاستمرار بشكل حثيث بالإجراءات التنفيذية لتنويع مصادر الطاقة وبخاصة الطاقة البديلة والمتجددة وتحرير سوق المشتقات النفطية واستكمال الإجراءات التنفيذية للمشاريع الكبرى في مجالات حيوية خاصة في قطاعات الطاقة والمياه والنقل تطوير الخدمات الصحية وبما يحافظ على تميز الأردن إقليميا في هذا القطاع إلاء القطاع السياحي أهمية خاصة زيادة الاهتمام في قطاع الشباب بذل الجهود لتمكين المرأة من أن تتبوأ المكانة التي تستحقها في المجتمع وسوق العمل الاستمرار في الحفاظ على نهج الدبلوماسية الأردنية الحالي وهوية المملكة على الساحة الدولية تأكيد استمرار الأردن في حربه على الإرهاب وقوى الظلام ودعمه للقضية الفلسطينية ودفاعه عن المقدسات في أرض فلسطين المحتلة وتتابعونا بعد نشرة الأخبار حلقة جديدة من نبض البلد بعنوان حكومة الملقي ملفات مهمة ضيفاء الحلقة الكاتب والمحلل السياسي نبيل غيشان ومدير مركز هوية محمد الحسيني الأردن ينتخب شعار أطلقته الهيئة المستقلة للانتخاب ضمن حملة لتوعية ناخبي المجلس النيابي الثامن عشر هذا المجلس الذي سينتخب في مدة أقصاها نهاية شهر أيلول المقبل وفقا للمدة الزمنية التي حددها الدستور مع ثاني أيام حل مجلس النواب ورحيل الحكومة تسارعت وطيرة الاستعدادات للانتخابات النيابية للمجلس النيابي الثامن عشر فبعد تصريحات متلاحقة من الهيئة المستقلة للانتخاب وأبرزها حاجة مجلس مفوضي الهيئة لعشرة أيام فقط لتحديد موعد الانتخابات بعد صدور الإرادة الملكية السامية وجاهزية الهيئة لإجرائها بثت الهيئة المستقلة للانتخاب مادة فيلمية لرئيسها الدكتور خالد الكلالدة تضمن دعوة شريحة الشباب للإقبال على التصويت والاستفسار عن قانون الانتخاب بخصوص أي توضيحات المادة التي حملت الدعوة للتواصل مع الهيئة جاءت بعد مطالبات عدد من الفعاليات الحزبية والشعبية للهيئة المستقلة بتوضيح بنود القانون الانتخابي هذا القانون اسم القائمة النسبي المفتوح على مستوى المحافظة اللي بيعني ان القائمة بتحصل على عدد من المقاعد يوازي النسبة المئوية التي حصلت عليها من هيئة العمل الناخبين كدها مصعب ومعقد اكيد البعض عندهم مش واضح عشان نعرفه بلغة بسيطة تقدروا تسألونا على الفيسبوك على الموقع الجديد واحنا مستعدين نجاوب كما اعلنت الهيئة عن شعار لحملتها التوعوية بعنوان الاردن ينتخب الانتخابات النيابية 2016 الى جانب اطلاقها موقعاً الكترونياً وتفعيل المنصات الاجتماعية الخاصة بها وغيرها من الوسائل وبما يبدو بان ترجمة ما جاء في كتاب التكليف السامي لحكومة المهندسان الملقي بات قيد العمل وبوتيرة متسارعة التاسع والعشرون من شهر ايلول المقبل هو موعد انتهاء المدة الزمنية التي حددتها المادة الثامنة والستون من الدستور لاجراء انتخابات المجلس النيابي الثامن عشر والذي باتت ترتيبات انتخابه مهيئة وبانتظار صدور الارادة الملكية باجراء الانتخابات كرم سمو الامير الحسن بن طلال اليوم الفائزين بجائزة الحسن للتمييز العلمي التي تنافس للحصيل عليها عشرون مشروعاً من سبع مؤسسات وطنية تفاصيل أوفا في التقرير التالي كرم سمو الامير الحسن بن طلال رئيس المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا الفائزين بجائزة الامير الحسن للتميز العلمي الجائزة التي انشأت عام 1995 تسجيعا للنشاطات التعليمية والعلمية في المؤسسات المعنية بالتعليم والتدريب كرمت اليوم الفائزين من المؤسسات المشاركة حيث بلغ عدد المتقدمين إلى الجائزة هذا العام 20 مشروعا من قبل سبع مؤسسات تعنى بالتعليم المهني والتقني الأمير الحسن دعا في كلمته التي ألقاها خلال الحفل إلى التفكير بموضوع التعليم وأولوياته إضافة إلى التنمية الضرورية لإحداث التغيير في المجتمع نحتفل في إنجازات ابن الكرك ووادي سير وعمان رأس المال أيها الإخوة والأخوات هو رأس ومال ولا العكس نحن نسعى للرخاء الاقتصادي ولكن لن يكون إلا بتنمية وتطوير كرامة الإنسان من حيث أنه إنسان رأس مالنا الحقيقي فوق الأرض إذن وليس في باطن الأرض تمنح الجائزة لثلاث فئات من المؤسسات التعليمية بالتناوب ضمن دورة مدتها ثلاث أعوام حيث تخصص الجائزة في كل عام لإحدى مؤسسات التعليم العالي أو العام أو المهني للتنافس فيما بينها هذا العام خصص للمؤسسات المعنية بالتعليم المهني الفائزون الجائزة الأولى كلية الأردن الجامعية التطبيقية للتعليم الخلط والسياحي عن مشروعها قصة تجع يتسلمها عميد الكلية الأستاذ الدكتور محسن مخامر الجائزة الثالية مؤسسة التدريب المهني عن مشروعها معهد التميز للمياه والبيئة ويتسلمها مدير المؤسسة المهندس هان خليفات تنص آلية تقييم المشاريع المتنافسة على تشكيل لجنة تحكيم تشمل أعضاء مختصين فيما تقوم عملية تقييمها للمشاريع وفقا لعدة معايير أبرزها التميز ونسبة الإنجاز مقارنة بإمكانيات المؤسسة إضافة إلى خدمة المجتمع تمكنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من تخفيض العجز المالي لديها من 81 مليون دولار إلى 74 مليون للعام الحالي هذا ما أعلنه المفوض العام للوكالة بير كرهنبول لافتا إلى أن الأونروا وعلى الرغم من هذا الإنجاز ما زالت بحاجة إلى مزيد من الدعم الأونروا بقية وستعزز جذورها إلى أن يتم معالجة قضية اللاجئين سياسيا بهذه الكلمات بدد المفوض العام للأنروا بير كرهنبول ما خاوف من يعتقد أن الأونروا تتجه نحو التخلية عن اللاجئين حتى يصار إلى معالجة الجذر الأساسي في قضية اللاجئين في جانبها السياسي الوكالة تؤكد بأنها ستبقى على رأس عملها وستعزز من جذورها وعملها مع اللاجئين ولن تذهب إلى أي مكان وستبقى على رأس عملها وستعمل مع اللاجئين للحفاظ على كرامتهم واقع اللاجئين في غزة والضفة ولبنان والأردن وخصوصا في سوريا ينبئ بأوضاع مأساوية الأمر الذي يتطلب من الأونروا أن تكافح في وجه التحديات لتقدم خدماتها بأفضل ما تستطيع الواقع المعاش يقول إن الاحتياجات تنفجر من حولنا وبالتالي علينا أن نسرد الرواية بشكل صحيح وليس أن نضع الأونروا في صلب المشاكل كل شيء من حول الوكالة واللاجئين ينبئ بأوضاع مأساوية ولا يوجد أي تحسن في كافة مناطق الشرق الأوسط ولذلك تكافح الوكالة لكي تقف أمام هذا التحدي وتقدم خدماتها بأفضل ما تستطيع الأونروا وعلى لسان المفوض العام طالبت الدول المتبرعة بضرورة حشد كافة الموارد المالية خلال الأسبوع المقبلة لمساعدتها على تحمل مسؤولياتها نحو اللاجئين خاصة أن الأونروا وضعت استراتيجية للتعامل مع الأزمة المالية الخانقة التي تتعرض لها الإجراءات الداخلية التقشفية التي انتهزتها الوكالة بالإضافة لبعض التبرعات ساعدت الوكالة في تخفيض مستوى العجز المالي من 81 مليون ليقف اليوم عند 74 مليون دولار 120 ألف لاجئ فلسطيني من سوريا يشكلون ما نسبته 20% من اللاجئين غادروا سوريا إلى الدول المجاورة بالإضافة إلى 60% من منبقوا داخل سوريا هم مشردون داخليا وبعضهم تشرد عدة مرات هناك جيل جديد من اللاجئين يعيد الكرة مرة أخرى كما الأجيال التي سبقت يخسر بيوتهم وأحباءهم وأعمالهم وانتظارهم لحل سياسي عادل لقضيتهم يبتعد أكثر فأكثر وبالتالي على العالم أن يفهم تداعيات هذا الوضع بعدما حل بالفلسطينيين عام 48 و 67 المفوض العام للأنروا أكد على ضرورة عدم التسويق لفكرة أن الأنروا تعاني من أزمة مالية وتحاول دائما ترحيلها على اللاجئين الفلسطينيين وأكد أن الاحتياجات التي تواجهها الأنروا تفوق قدرتها وأن هناك تراجعا في الوضع المالي وبالتالي على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته نحو اللاجئين واحتياجاتهم على أكمل وجه فهم عاشوا خيبات سياسية كبيرة ومنهم من عاش تجربة اللجوء أكثر من مرة حتى أمس اللاجئ غير قادر على تحمل أي خيبات جديدة سياسية كانت أو اقتصادية أمين سليم رؤيا ستة عشر طالبا لن يستطيعوا تأدية امتحانات شهادة الثانوية العامة هذا العام بعد أن قدموا دماءهم فداء للمسجد الأقصى المبارك وارتقوا شهداء في انتفاضة القدس التي اندلعت في تشرين الأول الماضي عبر تنفيذ عمليات أو في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اجتهدوا فجاهدوا وتميزوا وضمنوا مقاعد الجنة في مدرسة السماء طمحوا أكثر ونحتوا بدمهم شهادة الوطن العليا سويا هناك ستة عشر من شهداء الثانوية العامة يدعون لثمانية وسبعين ألفا من أقرانهم بالنجاح في امتحان اختاروه أن يكون راية مقاومتهم وسلاح مجابهة محتلهم أيها الغائبون الحاضرون يشتاقونكم من تحبون طاح شهداء أنه ميالهم بعتقد أنه لازم نكمل اللي هم ما كملوا أنه ناخد العلم أكبر سلاح ندافع عن وطننا فيه وبالعلم أكيد راح نتقدم ونرجع لهم حقوقهم وحقوق أهلهم شعوره هو بحد ذاته صعب للشهادة خصوص أنك تخسر ناس كانوا زملائك كنت أعرفهم ما يخدوا معتماعهم فهذا الأشي بحس أن أنت لازم تنجح تنجح لأنه لو أنهم موجودين كنبسطوا للنجاح تعلمنا من غاندي تعلمنا من مندلة كيف أنه الإنسان ممكن يحارب اقتصاديا وثقافيا وباتجاه هذا المحتل كوننا إحنا كطلاب توجيهي بنفتقد هذين الطلاب حوالينا أكيد شيء يعز على أنفسنا بس من نفس الوقت بترك فينا بصمة فخر بأنه عندنا هذا الطالب الفلسطيني اللي ضحى بنفسه وبدم مفيدة هذا الوطن كل أطر الدم نزلت من هذول الشهداء هي موجودة برقابنا وإحنا راح نضل رافعين رايتكم وعلى خطاكم تكمل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية مسيرة النهضة التربوية فالحديث اليوم عن نظام جديد للتوجيه سيبدأ العمل به العام القادم يعيد رسم خارطة المناهج الفلسطينية بدمج التعليم المهني والتقني بالتعليم العام انتلاقا من الإيمان بأن السلاح الأمضى في مواجهة الاحتلال هو التعليم ارتقاء الشهداء الستة عشر الذين كانوا من المفترض أن يكونوا في قاعات امتحان التوجيه إنما يؤسس لمزيد من التحدي لدى الشعب الفلسطيني والإصرار وغياب الروح لا يعني غياب الذاكرة وحضور الذاكرة يعني المزيد من اللحم الفلسطيني والتأكيد على أنه الانتصار قادم بمشيئة الله بإصرار هؤلاء الأطفال حقيقة الشباب الذين قضوا على بدار العام الدراسي الماضي مبكرا هذا العام تعلن فلسطين نتائج ثانوية العامة مئة بالمئة هي نسبة النجاح ستة عشر طالبا من الأوائل دمعت العيون لسماع أسمائهم ستة عشر شهيدا حازوا على الأول مكرر استعجلوا الرحيل لكنهم تركوا لزملائهم أمانة التحرير بالتعليم من أمام مدرسة بنات رمالة الثانوية زينة صندوق رؤيا القوات العراقية تتقدم في مدينة الفلوجة وتنديدات تركية بالدعم الأمريكي للأكراد في شمال سوريا تفاصيل هذه العنوين وغيرها في جولتنا حول العالم أعلنت مصادر أمنية عراقية مقتلى عشرات الإرهابيين خلال عملية أمنية ضد أوكاري عصابات داعش الإرهابية جنوب الفلوجة وقد أدت العملية العسكرية إلى تدمير عدد من العربات والأسلحة وتحرير هذه المناطق بالكامل والوصول إلى مشارف الفلوجة من الجهة الجنوبية وكانت معركة تحرير الفلوجة بدأت قبل أيام وأطلق عليها رئيس الحكومة حيدر العبادي معركة كسر الإرهاب أعلن محمد علوش كبير مفاوضي وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية المعارضة استقالته من الوفد متحدثا عن فشل مفاوضات جينيف واستمرار قصف قوات النظام لمناطق المعارضة المسلحة وقال علوش في بيان لم تكن التجربة التي مرت بها المفاوضات في الجولات الثلاث بجينيف برعاية الأمم المتحدة ناجحة بسبب تعنت النظام واستمراره في القصف والعدوان على الشعب السوري نشرت صورة جديدة لصحفي ياباني فقد في سوريا العام الماضي على الإنترنت ظهر فيها وهو يحمل ورقة كتب عليها الفرصة الأخيرة وتظهر الصورة التي عرضتها وسائل الإعلام اليابانية الصحفي جونبي ياسودا الذي فقد منذ نحو عام وهو يحمل ورقة كتب عليها بخط اليد أرجوكم ساعدوني إنها الفرصة الأخيرة تشهد محادثات السلام اليمنية المنعقدة في الكويت تقدما إيجابيا خاصة فيما يتعلق بلجنة المعتقلين والأسرى إذ تسلم المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد كشوفات من الطرفين ضمت ما يزيد على الستة آلاف اسم لمعتقلين وأسرى ومخطوفين وذلك تمهيدا لمراجعتها والتدقيق فيها والتثبت من صحتها ومصير ووضعية كل شخص ورد اسمه فيها ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدعم الولايات المتحدة للمقاتلين الأكراد في سوريا بعد أن ظهرت صور عناصر في القوات الخاصة الأمريكية يرتدون شارات وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرى مجموعة إرهابية وتعهد أردوغان أن يواصل حتى النهاية العمليات العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني وعودة إلى محلياتنا تحت رعاية سمو الأميرة سمية بنت الحسن انطلقت في عمان اليوم أعمال مؤتمر اندماج التكنولوجيا 2016 بتنظيم من مجموعة المرشدين العرب لمناقشة الاتجاهات الحالية والمستقبلية في عصر تكنولوجيا الاتصالات المشاركون في المؤتمر وضعوا على جدول أعمالهم أهم المستجدات الحالية والمستقبلية في عصر الاتصال المتقدم بالإضافة إلى نمازج العمل الجديدة التي ظهرت مؤخرا على الصعيدين العالمي والإقليمي وتسليط الضوء على الفرص والتحديات التي تواجه القطاع التكنولوجي المرتبطة بمتطلبات العصر الحديث المؤتمر ركنه الأساسي هو العماد هذه الصناعة والتي هي شركات الاتصالات في العالم العربي بالإضافة إلى إدخاله إلى مدخلات جديدة ما كانت موجودة بالمؤتمر سابقا بنسخه الـ 12 الماضية على سبيل المثال الرعاية الصحية أول مرة عم نحكي فيها وبرضو عم نتناول المواضيع تتعلق بالاقتصاد الرقمي والاقتصاد المعرفي أطلقت نقابة المهندسين الأردنيين خطتها الاستراتيجية للأعوام 2016-2025 بهدف الاستفادة من نقاط القوة التي تتمتع بها النقابة ومعالجة نقاط الضعف التي تواجه سوق العمل الهندسي ناقيب المهندسين المهندس ماجد الطبع أوضح أن الخطة تعد إنجازا وتطورا مهما في منظومة العمل المهني والنقابي الهندسي وتفتح المجال للاستفادة من الفرص المتاحة داخليا وخارجيا ومواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه سوق العمل الهندسي داخل الأردني وخارجه خلال السنوات المقبلة بدوره أمين عام النقابة المهندس ناصر الهنيدي أشار إلى أهمية الديناميكية والمرونة لمواكبة التغيرات المتوقعة خلال الفترة المقبلة إضافة إلى أهمية التركيز على ضبط النفقات للحصول على أفضل النتائج وبأقل التكاليف تهدف النقابة من وراء هذه الخطة أن يكون هناك رؤية واضحة للمجال العمل الهندسي في الأردن وكذلك إتاحة فرص عمل جديدة للمهندسين من يجل تشغيل الاستفادة من الطاقات الاستفادة القصوى والتعرف على الفرص المتاحة في الأسواق وكذلك تجنب المخاطر الموجودة تجديباً للمهندسين والعمل الهندسي بأن يكون على أعلى مستوياته في الأردن ونباهي به العالم كما هو معروف على الأداء المهندس الأردني دائماً المتميز من أبرز أهداف هذه الخطة هي التطوير المهني والتركيز على المهندس الأردني كعنصر أساسي في عملية الخطة الاستراتيجية القادمة كذلك حوت الخطة على محاور لها علاقة بالعمل النقابي وعمل تأمينات الاجتماعية وتطوير المؤسسي والاستثمار والمسؤولية الاجتماعية وغير ذلك من الأمور أقام مركز الدعم الاجتماعي والنفسي التابع للصندوق الأردني الهاشمي احتفالاً نسبة عيد الاستقلال ومئوية الثورة العربية الكبرى في منطقة ماركا الحفل اجتمل على فقرات عديدة استعراضية قدمها اتحاد الرياضة للشرطة وموسيقات الأمن العام إلى جانب فقرات غنائية ودبكات فلكلورية تفاعل معها الجمهور هذه الاحتفالية هي جزء من تعبير شباب وصبايا المركز عن حبهم وولاهم وانتمعهم لهذا الوطن وفرحتهم واعتزازهم بجيشنا وهويتنا وثقافتنا الأردنية والعربية حقيقة الصندوق الأردني الهاشمي دائم متواصل مع المجتمع المحلي في إقامة فعليات مثل هذه المناسبات والعيادة الوطنية في خطوة فريدة من نوعها على مستوى المملكة المعلم الدكتور إسحاق عيال سلمان وبجهد شخصي تمكن من جمع وترميم ما يزيد عن 24 ألف وثيقة قديمة تتعلق بمدارس الطفيلة بشكل عام ومدرسة بصيرة بشكل خاص بدأت بفكرة دار الوثائق أو المتحف الموجود أمامكم عام 2004 ميلادي عندما قمت بترميم وتصنيف وعنونة الوثائق والسجلات التي ترجع لمدرسة بصيرة الثانوية التي هي من أقدم المدارس الموجودة في محافظة الطفيلة وأيضا قمت بجلب وترميم وتصنيف الوثائق الموجودة في المدارس الأخرى مثل مدرسة ضانة ومدرسة عيمة وصنفحة ومدرسة الطفيلة أيضا هناك وثائق أخرى ترجع للمدرسة وثائق شرعية للمحاكم الشرعي أقدم الوثائق المدرسية التي وجدتها عام 1925 و 1926 بقية الوثائق تتحدث عن علامات الطلبة سجل علامات سجل الموظفين المعلمين أيضا سجلات تتحدث عن الأثاث عن الحديقة المدرسية عن المختبرات والمكتبة وأبنية المدرسة رغم قلة الإمكانيات التي حصلت عليها إذ أن هذه الغرفة صغيرة جدا لا تكفي لـ 24 ألف وثيقة لأن هذا دار الوثائق تحتوي على 24 ألف وثيقة لمدرسية وغير مدرسية الغاية الرئيسية من هذا المتحف هذا دار الوثائق ليحفظ هذه الوثائق هذه الوثائق مهمة جدا ويجب أن يتم حفظها في أمكنة مناسبة يجب أن يكون تصوير لها بالمايكروفيلم إلكتروني وهذا يعني حاولت أن أستعين بدائرة المكتب الوطنية بمركز الوثائق المخطوطات في الجامعة الأوردنية ولكن للأسف لم يتم استجابة ومن الوثائق المدرسية القديمة إلى هذه المشاهد واللقطات وبلا تعليق موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة